طيب بسم الله الرحمن الرحيم كنا انتهينا في المحاضرة اللي فاتت الى شرح فكرة مفهوم البعض وإحنا بنكلم طبعا على الامراض النفسية عند الاطفال الى شرح مفهوم البعضية البيثولوجية او البيثولوجيكا الديميشيالتي او بمعنى اخر متصل لاستهداف او متصل السواء للمرض واشارنا الى انه لابد ان احنا نفرق ما بين ان طفل لديه استهداف او استعداد للمرض وانه واقع بالفعل بالمرض حيث انه الاشخاص المستهدفين بيبقوا ما نقدرش نقوله انهم مرضى في الوقت الراهن حتى ويتقال عليهم انهم زي ار كيليني كالي فري يعني ما نقدرش نوصفهم انهم مرضى لكن ربما في المستقبل ربما يظهر عندهم بعض الاعراض المرضية وشرحنا بالتفصيل مفهوم البعض دي او المتصل السواء الاستهداف وعايزين النهاردة نستكمل كلامنا فلابد ان احنا نستهل كلامنا النهاردة بجزئية مرتبطة بانه المشاكل في الامراض النفسية اللي موجودة عند الاطفال انه بيبقى فيه صعوبة في تحديدها او في تحديد من هم حتى الاطفال المستهدفين اذا كنا بنتكلم على الاستهداف على مستوى الشخصي وعلى مستوى سمات الشخصية ربما طبعا لو بنستكلم على الاستهداف من ناحية البيولوجية بمعنى ان عندهم استهداد وراسي فربما مجرد بس معلومة انه هؤلاء الاطفال ليهم ايباقة وامهات اصيبوا بمرض نفسي معين مع معلومتنا عن ان هذا المرض النفسي جو فيه جزء منه وراسي ده يساعدنا في ان احنا نحدد وما نتحيرش كتير في ان احنا نحدد ان هؤلاء الافراد مستهدفون للمرض لكن اذا كان الاستهداف على مستوى سمات الشخصية او على مستوى الاصابة او كنا بنكلم على الوقوع في المرض فالحقيقة ان كثير من الاباء والامهات بيلاءوا صعوبة في ان هما يكتشفوا اذا كانوا اولادهم مستهدفين او عندهم استعداد او ان هما مرضى بالفعل وطبعا يترتب على هذا الفشل في الوقاية بدرجتها التلاتة سواء كانت الوقاية من الدرجة الاولى او الوقاية من الدرجة التانية او الوقاية من الدرجة التالتة بالاضافة طبعا الى ان هؤلاء الاطفال ما بيتلقوش العلاج المناسب سواء كان هذا العلاج في شكل علاج دوائي او في شكل علاج نفسي فعدم قدرة الاباء والامهات ان هما يلقطوا ويعرفوا ان اولادهم عندهم استعداد ده بيعطل الوقاية او ان ولادهم بالفعل دخلوا في المرض فده بيعطل الاستفادة من العلاج ونفس الامر ينطبق على المعلمين والمعلمات باعتبار انهم ايضا لابد انهم يكونوا متدربين على انهم يقدروا يلتقدوا اذا كان ولادهم في الفصل عندهم مشاكل ولا لا الحقيقة احنا هنناقش هذه القضية الخاصة بلماذا هناك صعوبة في تحديد المرض النفسي عند الاطفال هنقشها بالتفصيل لكن ربما يكون في المحاضرة القادمة لكن بما اننا جبنا سيرة بعض المصطلحات اللي هي خاصة به الوقاية والخاصة بالعلاج هنا لابد ان احنا نشير الى ان وظائف المعالج النفسي تتضمن ثلاث وظائف اساسية الوظيفة الاولى وهي التي ترتبط بعملية التقييم النفسي او السيكولوجيكا الاساسما اما الوظيفة التانية فهي المرتبطة بالوقاية بمعانيها التلاتة كنا بنكلم على وقاية من الدرجة الأولى أو وقاية من الدرجة الثانية أو وقاية من الدرجة الثالثة أما العلاج فنقصد به العلاج النفسي وليس العلاج الدوائي فيما يتعلق بالتقييم لابد أن نفهم أن هناك علاقة بين التقييم والتشخيص التشخيص ليست مهمة المعالج النفسي ولكنها مهمة الطبيب النفسي ولكن هناك علاقة وسيقة بين التقييم والتشخيص وأنا بشبههم بتشبيه كده يعني من عندي ما عرفش إذا كنت أنا أصطأ أو أخطأت فيه بأنه العلاقة بين التقييم والتشخيص هي كأنها العلاقة أو الشبيهة بالعلاقة اللي ما بين طبيب العظام وطبيب الأشعة لما واحد يبقى عنده لقدر الله مثلاً واحد يلعب كورة ثم ياخد خبطة في رجليه فتبصت لها رجليه بدأت تزرع وتقلمه هنا في حتمالات كتير ربما يكون لأنه ده مجرد كدمة ربما يكون شرخ ربما يكون كسر ربما يكون كسر مضاعف وبالتالي هيحتاج عملية أو أن يتحط له مسامير أو شرايح أو إلى آخر فلما بيروح للطبيب بتاع العظام اللي مموت به أنه هو يقوم بعملية التشخيص وبناء عليها يحدد الإجراء اللي حيتم غالباً بيحوله إلى طبيب خاص بالأشعة عشان يعمل أشعة على القدمين ثم يبدأ بعد كده يدي تحديد لإيه هي المشكلة اللي موجودة عنده بالظبط وإيه الإجراءات اللي هي حيتم فالحقيقة أنه العلاقة هنا اللي ما بين طبيب الأزام وطبيب الأشعة هي العلاقة اللي ما بين التشخيص والتقييم فالتشخيص كي يكون تشخيصاً دقيقاً وسليماً لابد أن يعتمد على تقييم نفسي دقيق وسليم ماذا نقوم في التقييم النفسي كمعالجين نفسيين أو اختصاصيين نفسيين نحن نقيم الوظائف النفسية المختلفة والعالم من أهمها مستوى الزكاء وسيمات الشخصية وأيضاً السلوك التكاييفي أو الأدابة البيبية لسكيل هذا ضمن ما يتم تقييمه لكن ربما يكون الثلاث حاجات دولت من أهم الأشياء اللي تهمنا في حادثنا حتى عن الأطفال لأنه زي ما حضراتكم عارفين ما بنقدرش مثلاً إحنا نشخص طفل على أنه عنده إعاقة زهنية إلا إذا توفر محكي الانخفاض في الزكاء العام والسلوك التكاييفي معاً فيعني كثير من أو بعض الأشياء اللي بيتم تقييمها هي المرتبطة بسيمات الشخصية أو الزكاء والقدرات العقلية أو الأدابة البيهيفيار أو السلوك التكاييفي كيف يتم التقييم التقييم لي ثلاث محاور أساسية أو ثلاث أسس أساسية أو ثلاث أدوات أساسية إن صح التعبير نعتمد عليها في عملية التقييم النفسي أولها وهي الاختبارات النفسية المختلفة لكن هناك أيضاً مع الاختبارات النفسية هناك وسيلتين أخرتين الحقيقة الناس بتهملهم وما بتذكرهمش وما بتقفش قدامهم كتير حتى لو ذكرتهم ألا وهما الملاحظة سواء كانت ملاحظة حرة أو شبه مقننة أو مقننة والمقابلة أو الانترفيو والحقيقة الاثنين يعتبروا من الوسائل الأخرى بخلاف الاختبارات التي يتم فيها تقييم الحالات بل بالعكس يمكن نزيد من الشعر بيت لو قلنا أن الاختبار نفسه اللي هو أحد الأشياء الثلاثة اللي بنعتمد عليها في التقييم هو في حد ذاته هو اسلوب ملاحظة ولكنه اسلوب ملاحظة مقنن إذن العملية التقييم هو العملية التي نقوم من خلالها الحكم الكيفي الكمي والكيفي على الوظائف النفسية المختلفة والعالة أهمها السلوك التكيفي والزكاء والقدرات والسمات الشخصية ونعتمد فيها على ثلاث أسس أو ثلاث وسائل هي تتضمن الاختبارات والملاحظة والمقابلة وفي كل الأحوال سواء كنا بنعتمد على الملاحظة أو المقابلة أو الاختبارات في كل الأحوال فالتقييم هو الوسيلة اللي بنجمع بيها بيانات عن الحالة اللي موجودة معنا أو الطفل اللي احنا بنقوم بعملية تقييمه وذلك بغرض أننا نصل إلى أفضل تشخيص للمشكلة اللي بيعاني منها أو أننا بناءا على هذا التقييم من الممكن أيضا أنه نعتمد عليه أيضا في الأبحاث زي الأبحاث اللي بتقيم فعالية برامج معينة والناس اللي هي في كلية طفولة بتعمل كتير جدا من برامج التدخل اللي بتشوف بيها الطفل تحسن ولا ما تحسنش خصوصا إذا كان عنده بعض المشكلات اللي بيعاني منها زي صعوبات في اللغة أو إلى آخره فهنا أصبح التقييم أصبح هنا بيستخدم كأداء أو وسيلة بحسية ممكن أن احنا أيضا نستخدم فيها عملية التقييم بالإضافة طبعا إلى تحديد التشخيص الخاص بالطفل وبالإضافة إلى هذا أن احنا نقدر نقيم أيضا برامج العلاج اللي هي تمت لها البرامج العلاجية التي أجريت من أجل التعامل مع مشكلات الحالة وليس فقط من أجل إجراء بحوث علمية أما بالنسبة للعلاج خليني أروح للعلاج الأول قبل الوقاية لأن الوقاية هتحتاج مننا بعض الشرح شوية فهي الأساليب هو أي أساليب بيستخدمها المعالج النفسي من أجل لمواجهة المشكلة الموجودة لدى المريض وأيضا تتضمن أي نصائح هو بيقدمها له أو أي تكنيكات أو أساليب بيستخدمها ولعله من أشهر هذه العلاجات على وجه الإطلاق ما يسمى بالسي بي تي أو اللي بيقولوا عليه كومنتف بيهيفيرال ثرابي أو العلاج المعريف السلوكي ودى الوقت أصبح هناك فرع أن العلاج المعريف السلوكي بيسموه فيجي والسي دي تي أو العلاج المعريف السلوكي المصور وهو اللي بيستخدم مع الأطفال اللي هم الصغيرين وفكرة العلاج المعريفي منطقة البساطة أنه بيفترض أنه مشاكلنا اللي هي الموجودة سببها ما لدينا من أفكار خاطئة وهذه الأفكار الخطئة إذا تمت عدلها هتتعدل كثير من المشاكل اللي موجودة سواء على المستوى الانفعالي أو السلوكي أو حتى على المستوى الجسمي أما بالنسبة للمهمة الثالثة وهي الخاصة بالوقاية فالوقاية معنيها بمنطقة البساطة كمصطلح يعني هي الأنشطة اللي احنا بنبقى عايزين من خلالها نواق الفعل معين أو سلوك معين أو اضطراب معين وبناء عليه لكن نقدر أيضا نضيف لهذا التعريف أنها أنشطة مش بس لإيقاف سلوكيات غير مرغوبة ولكن أنشطة يمكن من خلالها تعزيز سلوكيات إيجابية احنا محتاجين أن يكتسبها الشخص فالنهاردة لما أعمل وقاية عشان الناس ما تقعش في مرض الاكتئاب فكأني أحاول أن أنا أقوم بأنشطة أساعد بها المريض أنه نقلل من احتمالية أن يظهر لديه السلوك الاكتئابي لكن إذا كنا بصدد أن أنا أنامي عند مجموعة من الشباب أو الأطفال القدرة على توكيد الزاتي بأصبح هناك معنى آخر للوقاية وهو ليس فقط إيقاف السلوكيات غير المرغوبة أو منع السلوكيات غير المرغوبة تظهر ولكن أيضا تتضمن إكساب سلوكيات إيجابية أو أفعال إيجابية أنا محتاج أن الأفراد يكتسبوه الوقاية بتتضمن ثلاث أنواع هناك ما يسمى بالوقاية من الدرجة الأولى وهناك ما يسمى بالوقاية من الدرجة الثانية وهناك ما يسمى بالوقاية من الدرجة الثالثة لو فكرنا كده أو حاولنا أن إحنا نفسر المعاني الثلاثة فالنوع الأول وهو الوقاية من الدرجة الأولى هدفه بمنطقة البساطة أننا نمنع ظهور المرض قبل ظهور وهو ده المعنى الشائع والمعلوم للناس عن معنى الوقاية وهو أن تمنع المرض قبل أن يظهر أو تمنع الاضطراب قبل أن يظهر في المجتمع وبناء عليه معدل الاضطراب في المجتمع هتبدأ تقل طالما أن مناعت أن تظهر حالات جديدة فتزود من معدل الاضطراب ومعدل الإصابة بهذا الاضطراب أو بهذه المشكلة النفسية كيف يتم هذا الإجراءات اللي هي الخاصة بالوقاية من الدرجة الأولى؟ هناك عدد من المحاور ممكن يتم بها منها أننا فكرة المينتال هيلس إديوكيشن وهو التربية الصحية النفسية السليمة أنه نبدأ نعلم الناس إزاي أنه هما يبقوا أصحاء وأن هما ما يقعوش في المرض ويستجيبوا للمتغيرات والمشاقة المختلفة وطبعا بما أننا نتكلم على أطفال فيمكن أن يتم تطبيق هذا على الأطفال يعني أنا لو جيت دلوقتي وعلمت الأطفال أنهم يفكروا بطريقة إيجابية بدلا من التفكير بطريقة سلبية أباكي أني بعمل إجراء وقائي يمنعهم بعد كده أنهم يقعوا في بعض الأمراض النفسية أو لو علمتهم إزاي أن هما يتعاملوا مع الضغوط اللي بيتعرضوا لها أو المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها في حياتهم فأنا كده كإني بساعدهم أنهم يعملوا وقاية من أمراض زي مرض الاكتئاب مثلا على سبيل المثال أو البوستيط روماتيك سترس ديس أردن وهكذا لكن أيضا الوقاية قد تتضمن من الدرجة الأولى قد تتضمن تحسين كل الجوانب البيئية والنفسية والثقافية واللي هي بيعيش فيها هذا الشخص يعني الولايات المتحدة الأمريكية عمل برنامج اسمه Head Start Program وطلعت منه برنامج تاني اسمه HRP Head Start Program البرنامج دوت بيحاول أنه هو ياخد الأفراد اللي عندهم استهداف للمرض وأحد عوامل الاستهداف اللي بيقفوا عليها وهي الفقر باعتبار أنه معلوم أن الفقر يرتبط بالأمراض سواء كانت أمراض نفسية أو أمراض جسمية فعملين البرنامج دوت لشان يواجه التعامل مع الأطفال اللي هم المستهدفين لحاجتين المرض النفسي والفشل الأكاديمي لأنه يعتبروا أن الأمرين دول هم اللي ممكن يهددوا أي مجتمع في الدنيا وفعلا أنت لو عايز تضعف أي مجتمع في الدنيا عليك أنك أنت تنشر المرض وعليك أنك أنت تنشر الجهل فإذا انتشروا الاثنين بيضعف المجتمع فعملين برنامج كامل اسمه Head Start Program وطلع منه برنامج داني اسمه Airly Head Start Program بيتعامل مع الأطفال بقى اهتماماتهم عاملة زي اهتمامات حضراتكم كده فطفولة وهو التعامل مع المرحلة العمرية اللي هي ما قبل المدرسة اللي هو تحت سن ست سنين أيضا لابد في إطار الوقاية من الدرجة الأولى من تعزيز قدرة الأفراد على أن هم يتعاملوا مع الأزمات المختلفة لأنه زي ما ربنا قال في كتابه العزيز ولقد خلقنا الإنسانة في كبد يعني هي طبيعة الحياة أنها مليانة نوع من المشاقة والضغوط اللي احنا بنتعرض لها بشكل يكاد يوميا وربما أيضا في كل ساعة وبناء عليه بنبقى محتاجين إزاي الشخص يستطيع أن هو يتعامل مع هذه الضغوط وما يقعشف المرض هذا عن النوع الأول من الوقاية وهو منع المرض قبل ظهوره طب إذا فشلنا في هذا النوع من الوقاية بيبقى الحل بالنسبة لنا هو الوقاية من الدرجة التانية أو الساكندري بيرفينشن ومعنى الساكندري بيرفينشن بمطالة بساطة أنك أنت تتضمن لاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض والمشكلات وهي لسه في مرحلة مبكرة وهي ما زالت لسه قبلة قبلة لأنها تم تعادلها قبل كمان ما تبقى مقاومة لأي نوع من التدخل فالاكتشاف المبكر ومع الحالات وهي لسه أكيوت وقبلة ما تتحول أنها تبقى كرونيك ده بيطلقوا عليه الوقاية من الدرجة التانية أما الوقاية من الدرجة التالتة وهي النوع الأخير وهي إذا فشلنا في النوع الأول من الوقاية والنوع الثاني ثم تحول المرض إلى مرض مزمن هنا لابد أن نتعامل على محورين المحور الأول وهو أننا نقلل من الديوريشن يعني الديوريشن بتاع النوبة المرضية اللي بتيجي للطفل ده هتتبقى أقل ما يمكن لأنه لو أن الطفل ده هتجعله بعض الأعراض مثلا زي الأعراض الاكتئاب هذه الأعراض ما بستمرش السنة كلها ممكن تبقى تقعد مثلا أربع ستة شهر لو أنا نجحت أن نخليهم بدل أربع شهور يبقوا ثلاثة هنا احنا عملنا وقاية من الدرجة التالتة وده أفاد المريض لأنه فضل أقل مرض موجود وفضل مزمن لكن المعاناة قلت ثم نمر اثنين وهي أننا نقلل من الريلابسز أو النيجاتف افكتس للريلابسز بتاعت المنتال ديسوردر الأعثار السلبية اللي بتبقى للنوبة على قد ما نقدر لو قدرنا نقلل يعني لو قدرت أنك أنت تساعد الطفل اللي عنده هذا المرض النفسي أنه يقدر يروح المدرسة ويستمع إلى بعض الشرح أصيح ما بيبقاش كفاءته الوظيفية كاملة تماما إلا أنه ما لا يدرك كله لا يدرك كله فكأننا قللنا من الأثار السلبية اللي ممكن تبقى موجودة للاضطراب اللي موجود عند هذا الطفل في مجال الإعاقات إحنا كتير من الآقات بنشتغل على الوقاية من الدرجة الثالثة يعني ما تم مع الأستاذ الدكتور طه حسين رحمة الله عليه عميد الأدب العربي والوزير السابق لأنه كان وزير معارف والعميد السابق لأنه كان عميد كلية الأدب في جامعة القاهرة ما تم هو وقاية من الدرجة الثالثة لأنه نحن لم نستطيع طبعا هو تم بدور إحساسي عنده هو فهو لم تتغير حالة الإعاقة البصرية وفضلت موجودة وحالة مزمنة لكن استطاع أنه هو يقلل من أثارها السلبية فحصل على ماجستير وعلى دكتوراه وبقى وزير وبقى عميد إلى آخر هذه الجوانب من النجاحات اللي هو وصل لها رغم أن الإعاقة ما زالت موجودة لازم ناخد في اعتبارنا أنه الإعاقة من الدرجة الوقاية من الدرجة الأولى قد نعمل عليها قبل ظهور المرض ما يكونش المرض لسه ظهر لكن أشخاص دول عندهم استعداد بمفهوم الاستهداف اللي تكلمنا عنه وإحنا حنمنع أن يظهر عندهم المرض أما الوقاية من الدرجة الثانية والثالثة فهما بيتم العمل فيهم بعد ما بيظهر المرض ولذلك لا عجب لو إن حد منكم أو مش هيبقى خطأ لو إن حد منكم جاء على ذهنه الآن إنه يبقى كده جالباً فيه نوع من التداقل أو الأوفرلاب ما بين الوقاية من الدرجة الثانية والوقاية من الدرجة الثالثة ومن ناحية والعلاج النفسي من ناحية أخرى فهذا صحيح لأنه التلاتة بيتشبهوا في إنهم بيتم العمل عليهم بعد ظهور المرض وليس قبل ظهور المرض ترجمة نانسي قنقر